أشدقائي الأعزاء مساء الأنوار مساء الشرور مساء المساء على عيونكم الحلوة وعلى قلوبكم الطيبة حديثنا بمسيئة اللال هذا المساء من قناة صوت الإنسانية من القلب إلى القلب بعنوان الأخ أبو أيسر الأخ أبو أيسر أو أبو يسرى أبو يسرى من أهالي بغداد ما ذكر اسم المنطقة يقول الأخ أبو يسرى أكو هذا عندي موضوع حقيقة يعني يعني مخبلني يقول يقول ومعجبني وأفكر بيه ليل ونهار قلت له خير إن شاء الله يقول موضوع الحمايات يقول بغداد الآن بفضل يعني بفضل السيد وزير الداخلية والقوى الأمنية والمخابرات يعني الأجهزة الأمنية بصورة عامة العفو يقول لتشتغل شغل مو طبيعي يعني الأمان موجود في بغداد بالوحدة بالثنتين بالثلاثة يقول نطلع مرات بسيارتنا نروح للمطاعم آني والعائلة ماكو كلش يعني أمان بمعنى بمعنى الكلمة الأمان يقول ولكن لما تجي تشاهد مثلا عضو مجلس نواب 15 حماية خليله رئيس مجلس النواب أسطول من السيارات خليله الوزراء غيرهم وبعض الشخصيات مريد نجيبهم بالطريق يقول لي يقولون تسقيط مثل الرؤساء الأحزاب والرؤساء الأحزاب الدينية الإسلامية وغيرهم وغيرهم يقول أنا معجبني يعني هذا عضو مجلس نواب في كل دول العالم يقول أنا طالع يعني دول عالم بأوروبا وشايف عضو مجلس النواب يجيب سيارته ما عنده سيارته يجيب دراجة هوائية يجي شلون ما يجي يجي ما أمطي سيارة من الدولة وتعال وروح وروح وتعال وخليله حماية 15 واحد على اليمن ليش شكوا حتى فزدت أخلاقهم بعض النواب يعني ما أقول كلهم وإنما الأغلبية ساحقة يجي يطلع من الاجتماع يجي للسيارة ما لتما يفتح الباب إلا خلى واحد من الحماية يفتح للباب وواحد يسد للباب ومن يوصل بيته أيضا ما ينزل إلا ينزل الحماية من الصدر ويفتح للباب يقول شنو هالأخلاق هذي شنو هذولة يعني أنا ما أفتهم يقول ليش يتي هل أكو عجز أكو تقصير من وزارة الداخلية يعني يقول ما أعتقد والباقي عليك أستاذ وندعو من الله أن يوفقك ويحفظ لك القناة ومشاهديك ومشتركيك إحنا أولا أخي أبو يسرى حقيقة غير أنا يقدم لك كل الشكر والتقدير على هذا الموضوع ويمكن قبل سنة أو أكثر يعني كاتب هذا الموضوع العفو شوية صوتي ما يساعدني المهم كاتب بهيش موضوع يعني حتى على رجال الدين كل واحد خلى أسطوله من السائرات هسا نجي على النواف نسأل السيد وزير الداخلية المحترم نقول لك قد درجة الأمان من مية أو من عشرة في بغداد راح يقول مية بالمية ماكو قصور يعني تقصير ماكو بزارة الداخلية نهائيا كمديرية الأمن العامة مديرية المخابرات المديريات الأخرى اللي ما نعرفن إحنا دي نشاهد السفراء والقنصليات بالليل يطلعون ومثل ما تفضلت أنت جنابك بالوحدة وبالثنتين وبالثلاثة وبالأربعة المطاعم الملاهي والمراقص كلها مفتحة الكرادة واليرموق والمنصور يعني بغداد كلها بالليل تزهي كل شي ماكو أكو أمان هذا الأمان يجب أن نعترف فيه ونقدم كل الشكر والتقدير للسيد وزير الداخلية وللأجهزة الأمنية البطلة اللي بجهودها وفرت لنا هذا الأمن نجي ليس مجلس النواب يخلي للكل نائبة 15 كل نائبة إليها 15 شنو يعني ليس يحوحنا للنساء نريد اللجنة الإعلامية بمجلس النواب أن ترد علينا تقول ليس هاي الحمايات ليس هاي السيارات أكو نواب طلعوا رؤساء نواب طلعوا رؤساء مجلس النواب طلعوا إلى حد الآن الحمايات عدهم ماكو داعي هاي الحمايات هم خسارة فلوس بالإضافة إلى استهلاك السيارة وأمور هواية هواية يعني وفزع ورعب للناس بالشارع والله شنو إجى النائب لو إجت النائبة وشنو يعني النائبة شنو النائبة سين أوسات هي تمشي بالشارع منو بحالها منو بحالها هي شنو مختر على البيزة هي مختر على الباص طرمة مختر على البيتنجا يعني شنو شنو نائبة وشنو نائب نائب ونائبة شنو هذول مونو بحالهم مونو يدورهم تجي على رئيس مجلس النواب هذا لم هتلف شقدم هذا من بداية مجلس النواب إلى هسه شقدم شقدم من قوانين شقدم من اقتراحات من محاضرات ألقال محاضرة فاديوم ألقال كلمة شنو تسوى ملته تزوج وبنى قصور وأرصد بالخارج هذا فاد نفسه ما فاد الشعب أبدا محمد الحلبوسي فاد نفسه ما فاد المجتمع نهائيا ما فاد المجتمع شنو الفائد القدم المجتمع شوف السيارات ما الحماية اللي قدامه والورا أنا بس يتسأل يعني داعش بالأنبار أو بغداد يختاله ليس يختاله شنو هو شنو هو وطني حتى يختاله واحد انهيبي حرامي ملتهي يوميا متزوج بالحلال وبالحرام وبزواج المسيار ما يروح يتزوج متعهولي أنسني زواج المسيار ويوميا متزوج لوحده وأرصده شو مده نفتيهم مده نفتيهم دولتنا شنو دولتنا هاي دولتنا شنو من اللي يحكمنا إلما نروح نشتكي إلما نقتراح كل وزير خالي لعشرين خمسة وعشرين ماكو داعي على السيدة محمد السياع السودان المحترم أن يصحب كل الحمايات من كل مجلس النواب ماكو حتى سيارة مانطي عنده سيارة يجيب سيارة الخاصة ما عنده سيارة يأخذ لتكتكو بألف دينار ما عنده تكتكو يروح بدراجة بخارية أو دراجة هوائية شوفوا رؤساء دول العالم شوفوا الدول الإسكندنافية وغيرها سويده دنيماركو وغيرها وغيرها يجي رئيس الوزراء على البايسيكيل أنتو بايشوا تحسن من هذا ثابرين الأمة يومية صياحكم بالسيارات وعياتكم ووضراتكم والله شنو إجنت سيد النائب طز بيكم وبنوابكم طز بمجلس النواب من بدايته إلى نهايته ورئيس مجلس النواب طز بي ألف مرة يلا يا أخوان ما يدطول عليكم لربما البعض يقول لك أنت تنفعل وتغلط هاي مو غلط طز مو غلط مو غلط بالعكس هاي تجي من الاحترام يعني احترام إليهم يلا يا أخوان نقول لكم مع السلامة وعاش العراق شكرا